في قرية صغيرة محاطة بالتلال الخضراء، كان هناك رجل يدعى علي. كان علي راعي أغنام ماهراً، يعرف كل زاوية في الأرض التي يرعى فيها قطيعه. في يوم من الأيام، انطلق علي مع أغنامه إلى المراعي البعيدة، حيث كانت السماء زرقاء والشمس تتلألأ. بينما كان علي يجلس تحت شجرة كبيرة يستريح، بدأت الغيوم تتجمع في الأفق. لم يكن لديه أدنى فكرة عن العاصفة التي كانت تقترب. وفجأة، انطلقت رعود قوية، وتهاطلت الأمطار بغزارة. حاول علي أن يجمع أغنامه، لكن الرياح العاتية جعلت الأمر صعباً. في وسط الفوضى، شعر علي بشيء غريب. كانت هناك عيون تراقبه من بعيد. نظر إلى الوراء ليجد ذئباً ضخماً يتربص بأغنامه. كان الذئب يقترب ببطء، وعلي يشعر بالخوف يتسلل إلى قلبه. لكن علي لم يكن من النوع الذي يستسلم بسهولة. قرر أن يحمي قطيعه مهما كلفه الأمر. بسرعة، استخدم عصاه ليشغل انتباه الذئب. بدأ يصرخ ويهتف، محاولاً إبعاد الذئب عن الأغنام. ومع كل صرخة، كانت الرياح تعصف من حوله، والمطر يتساقط بغزارة، لكن علي لم يتراجع. كان لديه عزم لا يلين. فجأة، وفي لحظة غير متوقعة، أنطلق صوت رعد هائل، مما جعل الذئب يتراجع قليلًا. استغل علي الفرصة، وبدأ يجمع أغنامه بسرعة. ومع كل حركة، كان يردد دعاء لحماية قطيعه. بعد لحظات من التوتر، تمكن علي من جمع أغنامه وقادها نحو مأوى آمناً. بينما كانت السماء تزداد سواداً، شعر علي بالراحة. لقد واجه العاصفة والذئب، وخرج منتصراً. عندما هدأت العاصفة، وقف علي ينظر إلى قطيعه، وهو يشعر بالفخر. أدرك أن الشجاعة والإرادة القوية يمكن أن تتغلب على أي تحداً. ومنذ ذلك اليوم، أصبح علي رمزاً للشجاعة في قريته، وبدأ يروى عنه قصة الراعي الذي واجه العواصف والذئاب، ولم يترك قطيعه في محنته. اشتركوا في القناة